أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في كورس تعليم تصنيع مستحضرات التجميل المجاني في فيديو النهاردة نتعلم تركيبة جديدة وهي إزاي نعمل فازلين طبيعي قبل ما نبدأ حابة أفكركم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا بجرس عشان توصلكم المحاضرات الجديدة أول بأول وما تنسوش أيضا اشتراك في مصابقة رمضان يتبقى حلقتين فقط وهيتم يعني الفائزين إن شاء الله في ثالث يوم من أيام عيد الفتر المبارك يالا بينا نبدأ أولا هنتعرف النهاردة في حلقة النهاردة على فائد أو استخدامات الفازلين التركيبة بالنسبة للجرامات طريقة التصنيع وأيضا سؤال الحلقة ما هي استخدامات الفازلين؟ أولا هو بيعمل على ترتيب البشرة وترتيب الشفاء آلاج التشققات الجلدية وأيضا بيعمل على كمادة عزلة على الجروح والحروق لحفاظ عليها من التلوث كمان بيعمل كمادة عزلة لمنع الالتهاب من الاحتكاك والالتهاب الحفاظ وبيدخل في صناعة بعض مستحضرات التجميل ما هي تركيبة الفازلين الطبيعي بالنسب؟ أولا هنحتاج إلى 62% من زيت الخروع 32.5% من زيت جوز الهند المجزة 5.5% من شمع عسل النحل 0.5% من الفيتامين E التركيبة بالجرامات نحتاج إلى 124 جرام من زيت الخروع 65 جرام من زيت جوز الهند المجزة 10 جرام من شمع عسل النحل و1 جرام من الفيتامين E ما تنسوش تسترقوا في القناة وتفعلوا الجرز عشان توصلكوا التركيبات والمحاضرات أول بأول طريقة التصنيع في البداية طبعا بنغسل ونجفف ونعقم كل أدوات المستخدمة وعبوات التعباءة وسطح التصنيع هنلبس كمامة وجوانتي وما ينساش نغطي شهرنا في بيكر جاف ومعقم هنحط فيه زيت الخروع ونضيف عليه زيت جوز الهند المجزة وشمع عسل النحل هنغطي البيكر عشان ما نتلوزش بالماء وهنحط البيكر على حمام مائي لحد ما يدوب الشم بعد كده بنشيل البيكر منه على الحمام المائي ونبدأ بتقليب المكونات بتاعته أو المحتويات بتاعته كويس جدا لحد ما تدق درجة الحرر في الانخفاض بعد كده بنضيف الفيتامين إي وبنقلب مرة تانية كويس جدا وبعد كده بنصب الفازلين في العبوات بتاعتنا ونسيبه لحد ما يتصلب وطبعا ما ننساش ان احنا نضيف الاستيكر على العبوات لو حابين تعرفوا اكتر عن الفازلين وعن الاستيكر يريد ترجعوا ليه هتجدوا فيه صندوق الوصف طريق تعمل الفازلين الطبيعي للمبتدئين تجدوا فيه تفاصيل اكتر وكمان انتم محتاجين تكتبوا ايه على الاستيكر خاص بالفازلين ودلوقتي معاد سؤال حلقتنا وسؤال حلقتنا بيقول ايه هي المادة الفعالة اللي موجودة في التركيز اللي هتساعد على اكساب الفازلين القوام بتاعها يعني من الاخر كده ايه هي المادة الفعالة اللي هتربط الزيوت ببعضها وتدلنا القوام بتاع الفازلين لو حابين تتابعوني على السوشيال ميديا تجدوا لينكات تحت فيه صدوق الوصف دمتم بخير حال وحافظ الله احبائكم من كل سوء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته